مرحبا في قناة تكنولوجيا سكلز في هذا الفيديو رح نتعلم معادلة الاتش لوكب كيف بتنكتب شو نتيجتها شو بتعطينا شو بنستفيد منها خليكم تابعنا لآخر الفيديو عشان تتعلم معادلة الاتش لوكب في هاي القناة رح اشرح لكم كيفية استخدام الاكسل من الصفر حتى الاحتراف بتتعلم فهم المعادلات تنصيق الجداول والجداول الالكترونية عن طريق عمل قاعدة بيانات عشان تكونوا نراجحين في حياتكم اذا كنت بتفتش على معادلات الاكسل الجديدة وشرح كافي وجديد عشان تتعلم الاكسل هاكس اكسل تيبس اكسل تريكس فتأكد انك مشترك في القناة الصح لانا على الاقل منزل فيديو كل اسبوع اشترك هلا اعمل سبسكرايب حتى تتعلم اكتر معلومات جديدة زي ما انتو شايفين بجدول هاد في عنا الوردر لكوانتتي الاماونت بيرسون ان شارج كل اوردر يعني عسب المثال عنا هذا الوردر لكوانتتي تاو عشرة الاماونت تاعه 27.5 البرسون هو اسامة لهذا الوردر لهون وهو 13 كوانتتي اماونت 34 وربع والبرسون ان شارج هو احمد هلا ممكن احنا هاد الداتا عنا كتير صغيرة بنقدر نطلع المعلومات منها بشكل سريع بس اذا كانت عندي الداتا بهاي الشكل يعني الداتا الليست عندي اياها بشكل افقي فانا بمضطر استعمل الاتش لكب اللي هي هوريزنتل هون في عندي الوردر اي دي ده حط رقم ديطلع لي كوانتتي الاماونت البرسون ان شارج اذا حطينا هون خمسة اتنين عشرة تلاتة وخمسين تمام هادولا شو بدي يعطيني معلومات خلينا نكبر الخط عشان نشوف شو هي المعلومات الرح اعطيني اياها فانا هلا دبلش بمعادلة الاتش لكب بدي احكي له يساوي اتش لكب تمام بقول لي لكب فاليو عايش بدي يفتش بدي يفتش على الوردر اي دي طب بدي اثبتها نعم بدي اثبتها ليش عشان ما اسحب المعادلة تسحب معي بشكل سهل يعني انا هلا بدي اثبتها من خلال الافور طب بثبتها كاملة نعم رح اثبتها كاملة عشان اذا انزلت لتحت او روحت ليمين ما تتغير معي ليش لانو عندي بس هاي الوردر بدي اقول له فاصلة بقول لي التيبل اري بدي ما بدي يفتش فيها بدي يكون سطر السطر هاد او الداتا هاي يعني سطري تمام فاحنا ناخد الداتا من هون وننزل ما بناخدها هيك ليش لانو هو بدي يفتش بشكل افقي هون بعدين بدي ينزل لتحت زي ما تعلمنا بمعادلة الفيرو كب بيكون من الشمال و بيروح لليمين هلا عنا من فوق وبنزل لتحت ايش بدنا احنا هلا بدنا لكوينتتي بعديها الاماونت بعدين البرسن ونشارج فعنا هادا هو السطر التاني التالت الرابع تمام فبثبت هاي الخلايا من خلال الاف فور تمام هاي ثبت عندي هون من خلال اشارة الدولار ساين بقول له فاصلة اتنين فاصلة فورس بسكر القوس شو اعطاني خمسطعش ازا سحبتها شو بعطيني خمسطعش سحبتها بعطيني خمسطعش طبعا ما بدي خمسطعش فشو منكتشف انو انا لازم اغير اللي هون السطر اللي هو الرو اندكس نمبر ده غيره للتالت واللي تحتيها ده غيره ايش للرابع فبهاي الحالة احنا هون جبنا معلومات هذا اللي هون جبناها لي خمسطعش تسعة وثلاثين وخمس سبعين ويزن ازا روحت قلت له لا بدي معلومات ستة وخمسين بعطيني معلومات ستة وخمسين اللي هي ستاش اربعين سمية طوالي لحال وطلع لي اياهم بدون ما ارجع عايد المعادلات طب هلا لو بدي اروح انا اكبر هاي الداتا يعني هدول اللي هون بدي اروح احكي له وبدي التمانية وخمسين وبعديها بدي الخمس وخمسين وبدي بعديها التنين وخمسين ازا روحت سحبت المعادلة شو رح يعطي رح يعطي هاي لساتها ستاش طب ليش ستاش ستاش لانه انا مثبت على البي ناين شو البي ناين اللي هي هاي فانا شو مضطر اروح اثبتها فقط على السطر تسعة البي ما بدي اياه يثبت لي اياها فانا بروح بشطب الدولار ساين وبتقدر ترجع على الفيديو المختص بكيف اثبت الخلية او شو هو تثبيت الخلية البي ناين فانا هون رحت على تثبيت الناين من خلال اشارة الدولار ساين البي ما بدي اثبتها ليش عشان لما اسحبها لليمين تروح للسي ناين للدي ناين للأي ناين وهكذا فانا انا سحبتها اعطاني 12 13 10 وبنفس الاشي بروح للأربعين البي بي ناين بروح بشطب الدولار ساين اللي هون وبروح بشطب الدولار ساين اللي هون عشان اقدر انا اسحبها للمعادلة فرح يعطيني للتمنية وخمسين اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين وربعة سبعة شرون نص ياسر احمد اسامة فيك انا ظبط معي احدول الخلايا اللي هون بدنا نشيلهم تمام شلناهم لو روحت قلت له منحط لست من خلال الداتا بروح على data validation بكبس عليها بقول له لست باختار السورس اللي انا بدي اياه اللي هم هدول الorder ID بقول له اوكي فيك صار طلالي هون لحاله سهم هذا السهم بخليني اختار الorder ID لما يكون عندي الف الفين بيعطيني اهم كلهم فانا بس بكبس هذا بعطيني قيمته بكبس الاربعة وخمسين بعطيني قيمته بكبس سبعة وخمسين بعطيني قيمته طيب نرجع لمعادلة let's lookup let's lookup تتكون من اربع اشياء lookup value table array raw index number range lookup lookup value حكينا اللي هي اللي بده يفتش عليها table array بده يبلش الجدول تبعنا من فوق لتحت الفوق اللي هو المكان اللي موجود فيه الorder ID يعني انا موجود بالسطر هاد فببلش انا منه وبنزل نزول raw index number اللي هو اي سطر بده يعطيني فعندي الorder ID اللي هو الواحد تنين تلاتة اربعة فانا بدي هون الرقم التاني اللي هو quantity فهو اتنين فاصلة الفولس شو هي الفولس تمام لو قلت له هذا الرقم ونص مثلا ما بعطيني معلومات ليش انها فولس لو قلت له true شو بعطيني بعطيني خمسطعش فوقربها لك تلاتة وخمسين ان اعطاني اياها طب لو قلت له فاصلة تسعة شو بعطيني برضو خمسطعش لو قلت له 4.01 بعطيني 11 لانه هي اقرب للاربعة بس الازبط انك تخليها فورس عشان تعطيك المعلومة الصحيحة او النتيجة الصحيحة للي بدك اياه فبهذا الفيديو نحنا تعلمنا معادلة ال H-Docup بطريقة سهلة وبسيطة وهذا الاشي بتقدر تطبقه على ال data اللي عندك اللي كبيرة اذا حتشت لمساعدة تقدر تكتب لي بالكومنت واذا بدك تتعلم اشياء معينة وجديدة وما بتعرفها برضو اكتب لي اياها بالكومنت خليك متابعنا بالفيديو القادم رح اشرح لك معادلة ال H-Docup ال H-Docup معادلة خيالية وسهلة جدا وبتخليك تشتغل عليها بالطريقة الحلوة في ال data اللي كبيرة اللي عندك بدون ما تغير اي خلايا خليك متابعنا احضر الفيديو القادم واستفيد بمعادلة ال H-Docup اشتركوا في القناة